رقم 11 مهم جداً في تربية الأبناء شنو رقم 11؟ أركان الإسلام عندنا كم؟ خمسة معدل وأركان الإيمان كم؟ ستة نجمع خمسة وستة صار 11 هل 11 مهمين جداً في تربية الأبناء؟ مثل ما نعلم عيالنا أركان الإسلام؟ لازم نعلمهم أركان الإيمان طيب شنو هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره طيب شنو تفصيلها؟ نسولف مع عيالنا نغرس فيهم أركان الإيمان ونعلمهم أن تؤمن بالله من هو الله؟ منه؟ قل هو الله أحد من هو الله؟ نعلمهم أسماءه وصفاته منه الله؟ نعرفهم في كلام الله القرآن هذا معناتك أن نعرفهم منه وAllah أن تؤمن بالله وملائكته طيب الملائكة شون؟ نعلمهم أسماء الملائكة نعلمه مشون الملائكة مخلوقة من نور يعني شنو وظيفة جبريل عليه السلام إسرافيل عليه السلام عندنا رضوان عندنا مالك عندنا منكر عندنا نكير هذه كلها أسماء الملائكة فكل ملك شنو وظيفتها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبها طيب شنو الفرق بين الإنجيل والتوراة والقرآن والقرآن هو آخر نسخة والقرآن هو الوحيد الذي لم يحرف كيف نزل القرآن كم صورة في القرآن الآيات اللي في القرآن شنو هدف القرآن إذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله من نوح عليه السلام وإبراهيم وآدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهم قصص الأنبياء ونخليهم يحفظون أسماء الأنبياء ورسوله وبعدين عندنا اليوم الآخر لازم نعطيهم معلومات أن نحن الدنيا هذه هي دار اختبار لكن في الأخير نحن عند رب العالمين والموت ليس هو نهاية الحياة الموت هو بداية حياة جديدة إذن الموت هو سفر سفر إلى الله ولهذا نحن لازم لا نخاف من الموت نحن نراحين عند رب العالمين اللي خلقنا وشنو يعني اليوم الآخر وشنو هي علامات يوم القيامة علامات الكبرى وفي علامات صغرى وبعدين عندنا يوم البعث وعندنا يوم الحشر وبعدين عندنا الجنة والنار نسولف نسولف مع عيالنا وبعدين شنو يعني آخر شيء إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره شنو يعني وشلون لازم أنا أؤمن بالقدر وشلون لازم نفسي راضية وشلون لازم يكون عندي إيمان أنه رب العالمين يريد لي الخير دائما في كل أقداره وكيف يعني هذه كلها معلومات مهمة هذه الهدعش القواعد التربوية أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان الستة لكن أنا قاعد أشوف الأهالي مقصرين في أركان الإيمان إحنا دائما نتكلم عن أركان الإسلام لكن ما نتكلم عن أركان الإيمان فخلونا نركز تربويا في أركان الإيمان